موسيقى موسيقى أهلا وسهلا بمشاهدنا الكرام في حالة جديدة من برنامجكم اللي بنقدمه لحضراتكم يوميا طعام تاني حلقاتنا مميزة وكل حلقات اللي بنقدمها لحضراتكم مميزة كل حلقة بنقدمها برنامجنا طعام تاني بتكون مميزة ليه؟ لأنها لها طعام تاني لها مزاق تاني النهاردة هنعمل الكوسكوسي من المطبخ التونسي أو المطبخ المغربي لازم نعمل اقتلاف ما بين المطابخ وبعدها زي المطبخ اللبناني عملنا منه الكبة بالصانية وأعملنا منه اللحم بالدجاج او رز باللحمria والدجاج وبنعمل منه الكبة الأرنبية والى الكبة اللبنية تعالوا نجوك على المطبخ المغربي ويسمى الكوسكوسي من المطبخ التونسي او الكسكوسي من المطبخ المغربي ولكن الكسكوسي في المطبخ التونسي نقول يالليه compiled苦 procure через master اليه CIA card الى ام لحم الخروف أما الكسكوسي في المطبخ المغربي نقول عليه الكسكوسي باللحمة أو الكسكوسي بالدجاج عشان برضو لما نروح على المطابق التونسية أو على المطاعم التونسية هنلاقي مكتوب في الميني كسكوسي في لحم العلوش عارفين ايه هو العلوش؟ اللي هو لحم الخروف فعشان كده احنا بنقول المصطلحات اللي هي مشهورة في المطابق عشان نبقوا عارفين احنا بناكل ايه فحلقتنا النهاردة الكسكوسي بلحم العلوش من المطبخ التونسي اللي هو لحم الخروف وهنعمل معها طبقة سلطة خضرة عبارة عن طماطم وخيار وجرجير كل نوع الخضرة مع الطبقة الكسكوسي الجميلة ولكن تعالوا نشوفوا مقادير الكسكوسي بلحم العلوش مقادير الكسكوسي بلحم العلوش اللي هو لحم الخروف طبعا علشان وقت حلقتنا حروسين على ان احنا نستفيد بكل وقت فيه جبنا لحم العلوش اللي هو لحم الخروف قطعناه وغسلناه كويس وعنار هنا بيغلي مع الخضار حمرناه مع بصل وتوم وبعد كده بعد ما بيستوي شوية واللونه يتغير بنضف للخضرة بتاعكنا الكوسة زي ما حضراتكم شايفين كوسة وبصل وبتنجان وتماطم وجان زبيل وبطاطس وجزر فالخضرة الجميلة هنا هي طبعا اللي بتخلي اللون الكسكوسي جميل وعندنا الزعفران الجميل فينا ان احنا نضف له شوية زعفران او شوية كوركم يا زعفران يا كوركم وعندنا التوابل بقى طبعا الجميلة الوراء اللاورو مع القرفة الخشب مع الحبان مع شوية توم وبنعمل حاجة جميلة جدا اللي هي طعم تاني اللي هي الطشة بتاعة المرأ بتاعة الكسكوسي عندنا هنا في حلة الكسكوسي اللي حضراتكم شايفينا الكسكوسي هنا بيغلى هوات عن نار شايفين الجماد نقلبه لحضراتكم كده الله شايفت انا الخضرة معاها الكرفس معاها لحم العلوش معاها الجزر معاها الكوسة معاها الطماطم الله الريحة مش قادرة تقومها لان الجنزبيل هنا بيدي طعم جميل جدا مع الكرفس للمرأة بتاعة الكسكوسي انا طبعا محتاج اننا اللحم يستوي مع الخضار زي ما حضراتكم شايفين وهنا بحط الجزء التاني من حلة الكسكوسي هنا وبخليها تغلي على النار يبقى انا كده شرحت ازاي بنعمل لحم العلوش بالخضار على النار اشتركوا في القناة كسكوسي انا جبت الكسكوسي طبعا امهاتنا يا ربنا يدهم الصحة وبركلنا في عمرهم يا رب كانوا زمان يعملوا الكسكوسي يجيبوا الديه والزبدة ونقعد نفركوا على يدينا كده وتبقى يوم ما بتعمل الكسكوسي في البيت في حظر تجول في البيت ايه بنعمل الكسكوسي النهاردة بتذكر البط اللي بنزغغط فيه طول الشهر من العيد للعيد ونقعد نزغغط تتذكر البط الحاجة مهيما بتقعد تذكر تتذكر البط علشان هتطبحوا يوم العيد ولا في اول رمضان علشان تعمل معاه حلة كسكوسي طب اذا احنا نعمل حلة كسكوسي تعالوا نعمل الكسكوسي دلوقتي بقى في السوبر ماركت جاهز بنروح نشتريه في بواكي او في علب ومتغلب جاهز منه النص كيلو ومنه الكيلو ولكن تعالوا بالله مكتوب على العلبة كده كسكوسي متوسط او كسكوسي نعم احنا بنشرح لكم كيفية التعامل مع الحياة اليومية لما نشتري الحاجات بتاعتنا يعني الكسكوسي اللي مكتوب عليه الكسكوسي متوسط مشتريش الكسكوسي الناعم لان الكسكوسي المتوسط اللي هو موجود عندي بالشكل ده يبقى انا كده تقريبا اختصرت الموضوع وجبت الكسكوسي اللي موجود ده اهوت فهناعمل حاجة حالي طعمي تاني مش بنقول طعمي تاني هنجيب شوية زبدة وشوية زيت زيتون ونحطوهم على الكسكوسي ليه يا شيف علشان لما يقلبهم وفرقهم شوية ونحطوهم في حلة الكسكوسي الكسكوسي ما يلزقش فما ينفعش ان انا دلوقتي كده حط الكسكوسي زي ما هو كده ويتبخر اجا بص عليه عليه معجن ما ينفعش الحاجة المهمة ان تعمل الكسكوسي يبقى معجن الحاجة المهمة ان ليه امي وامكم وامواتنا كلهم ربنا يدهم طلط العمر فطبعا احنا لازم نعمل الكسكوسي يعني دي اكلة لها تاريخ عندنا ولها طبعا ذكريات مع كل حد بيحب الكسكوسي تعالوا نشوفوا مع بعض زيت الزيتون مع الزبدة علشان طبعا الزبدة ما تتحراش ضيفنا معلية زيت زيتون طيب بنعمل ايه بعد كده يا شيف بناخد الزبدة مع زيت الزيتون ندورها كده مع بعض الله انا شايم لحم العلوش في الحلة بتاعت الكسكوسي الله بيناديني دلوقت طبعا ما ينفعش ان انا هحط الكسكوسي في الحلة غير لما الخضار مع اللح والريحة الجميلة الكرافس والجنزبيل عشان بريحة حلوة كده معناته ان الخليط بيغلع على الله كده عندي الزبدة مع زيت الزيتون باجي على الكسكوسي هنا كده الله وبقلب الخليط ده كده بفرق التوابل دي مع بعضها نفس الطاصة دي هخليها على جنب عشان نقول لحضراتكم ايه اللي هنعمله برضو طعم تاني هنقلب الكسكوسي هنا مع زيت الزيتون والزبدة اللي انا دوتهم مع بعض متيجوا نعمل زي امهاتنا ونلبس الجوانت بس طبعا هما ما كانوش بيلبسوا جوانت لان كان عندهم فضيلة كريمة فاحنا لازم طبعا نعمل زي يوم لازم لما نخش المطبخ لازم نخسل ايدينا كويس ونعقامها كويس علشان لما نشتغل في المطبخ تكون كل حاجة نضيفة شايفين لما انا سيحت الزبدة مع الزيت عملت ايه في الكسكوسي هنا خلتهم فلفل بالشكل الجميل ده كده الله هعمل ايه بعد كده يشي في المرحلة التانية سهل جدا يعني فيك يا سبت الكل تعمل الكسكوسي بطريقة سهلة جدا في البيت وما فيش اي مشكلة ها هوت العروسة تعمل الكسكوسي والبنت تساعد مموتها في المطبخ بالكسكوسي ما بقاش صعب زي زمان باجي هنا في حلت الكسكوسي برفع الغطى كده الله وهنا بعمل حاجة جميلة بنشوف مع بعض اوزح كده الكسكوسي في المصفى بتاعت الحلة حلوة هعمل ايه بعد كده بغطيها وخليها من وقت الاخر وهي بتغل على النار انا طبعا بقلب الكسكوسي علشان يفلفل معي اغط الحلة كده حلوة هنعمل بعد كده يا شيف خلاص كده الموضوع خلاص نضف مطبخنا كده احنا لسه طبعا في البداية كده عملنا المرحلة الاولى من الكسكوسي اللي هي حل على النار فيها لحم العلوش اللي هو الخروف مع الخضار بتاعنا الكوسة والبصر والطماطم والجنزبيل والكرافس وشوفنا مع بعض وحمرناهم مع بعض الخضرة دي كلها وغلية على النار جبنا الكسكوسي فرقناها مع زبدة وزيت زيتون وحطناها في حلة الكسكوسي زي ما شوفنا مع بعض كده ونسيبوا يستيوه على النار هعمل حاجة جميلة دلوقتي حضراتكم تشوفوها بجيب برضو شوية زبدة وهوت وهنا من غير زيت هعمل طشة للمرأ بتاع الكسكوسي طشة دي من المطبخ التونسي انا تعلمتها من المطبخ التونسي مش عيبة ان انا اقول انا اتعلمها ولكن العيب ان انا اعمل الحاجة غلط لان طبعا الشيف الشاطر او ست في البيت الشاطرة اللي هي لما تروح تتعزم عند حد من قريبها عند خالتها عند مامتها عند حمتها رحت عند مامتها كلت اكلة حلوة فعجبتها مش عيبة ان ايا تسأل عملتها ازاي ماما عملتها ازاي حماتي عملتها ازاي خالتي ونشوفها جميلة هنعرف الطريقة ونروح عن البيت نعملها ممكن فاول مرة ما تطلعش معايا مظبوطة زي ما اكلتها عند خالتها وحماتي ولكن طالما انا صممت وطالما كررت من جواي ان انا اعمل الاكلة بنفس التست وبنفس الطعم بالتأكيد هنعملها طبعا من المطبخ التونسي اللي انا طبعا كنت في تونس فعرفت ان ست البيت في حاجة كده بتعملها جميلة مش اي حد بيعملها يعني اللي هو طعمي تاني اللي انا دايما ابحث عنه علشان اقدمه لحضراتكم بنعمل طشة طشة للمرأة بتاعة الكوسكوسة هي الطشة بنجيب زبدة نحمرها كده وبننزل بفص توم فص توم صغير كده نحمره في الزبدة جاي معنا كده يا شباب وشوية كسبرة خضرة الله شوية كسبرة خضرة مع كرفس بنحمر الكسبرة الخضرة مع الكرفس مع التوم مع الزبدة طشة الجميلة اللي انا عملتها دلوقتي هنزل بيها على المرأة بتاعك الكوسكوسة بلحم العلوش جاهز ايض تجيب معلقة صلص الطماطب بس معلقة صغيرة كده نقلب كده الخليط مع بعضه الصلصة مع الكسبرة مع الكرفس مع التوم والزبدة حاجة جميلة اوه واتب بيها بشوية فلفل اسود باخد الخليط الجميلة اللي انا عملته ده كده باخد الخليط اللي انا عملته ده وبضيفه هنا للمرأة بتاعة لحم العلوش طبعا ارفع دي كده شايفين حضراتكم مع بعض هعمل ايه هجيب الخليط ده كده وانزل به هنا الله ده اللي انا بدور عليه ده طعم تاني انا هنا اللحم والمرأة بتاع اللحم مع لحم مع الخروف او لحم الخروف اللي هو العلوش مع الخضار والكرفس والجنزبيل عملت طشة اذا الكسكوسي يشيف له طشة اه بس اتعلنتها من المطبخ التونسي عبارة عن توم وكسبرة خضرة وكرفس ومعلاقة صلصة طماطم حمر توم في الزبدة وانزلت بوهم هنا كده الله اقلب كده الموضوع فرق كتير الله انا شايف هنا الكسبرة الخضرة مع الكرفس مع التوم مع السلصة نقلب كده مع بعض حلوة اوه هنعمل ايه تاني بعد كده نرجع تاني الحلة على النار انا هنا جبت الطشة اللي هي الكسبرة الخضرة مع التوم مع الكرفس حمرتهم في زبدة وشوفنا حضراتكم ضفتهم لمرأة العلوش زي ما بعض وفي الحلة هنا طبعا بير انا هنا بتابع هنا باقلب كده الكسكسي الله باعمل حاجة جميلة هنا بقى باعمل ايه يا شيب اه باخد من المرأة بتاعة العلوش او نقول الخروف وبشرب بيها الكسكسي المرأة بتاعة الخروف بشرب بيها الكسكسي كده طبعا بيكون فيها الملح متابيلة جاهزة توابل عندنا شوية كراوية شوية كامون شوية فلفل اسود هاقلب كده الله شايفين حضراتكم الكسكسي مع مرأة الخروف او المرأة اللحم اللي انا تغلى على مار عايز كمان نزوده شوية هنا التست بيختلف طبعا وطعم تاني لان انا عملت طشة حلوة اوي هنا بالكرافس والكسبرة والتوم وضفتها للمرأة فادى الطعم حلوة اوي لما هتجربوه طبعا هياجبكم اوي وهنا اهوت جربت كده بفرق او بقلب الكسكسي مع المرأة الجميل اللي عندنا شايفين الراحة الحلوة دي راحة جميلة قوي يريد تجربوها بنفس الطريقة انا عارف ان انتم شاطرين بتعملوا الكسكسي ولكن بطارية الشايف النهاردة الجديد الطشة اللي انا عملتها للشربة هاي هاود اخد من المرأة كده واشرب حلوة اقلق كل الخليط مع بعضه كده تاني كده جاهز هرجعه تاني كده للنار هاود وعند شوية المرأة اللي نزلوا هنا كده هنزلهم على وش الكسكوسة هنا كده الله كده كويس هاود بعمليه تاني هنا بجيب شوية قرفة نعمة الله كده جاهز شاية قرفة نعمة عندي وعلى وش الكسكوسة هنا كده بخليهم الله 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 جميل ده كده واغطي بقى الحلة كده فاسيبها تستوي شوية على النار كده انا تقريبا خلصت كسكوسة تعالوا شوفوا مع بعض هنعمل ازاي طبع السلطة الخضرة طبعا الزعفران موجودة عندي هنا انا ضيفه من قبل نتكلم على موضوع الزعفران انا روحت اشتري شعر الزعفران شعر هنلاقي غالي جدا بالجرام زي الدهب طيب فين نجيبه طب هنا يزيدنا ونجيبه هندوبه طبعا في شوية مية زهر او شوية مية موارد اللي هو نجيب نص جرام لانه غالي وندوبه في شوية مية زهر وشوية مية موارد وناخد لون الزعفران نضيفه للكسكوسة طب انا مليتش الزعفران ده راحنا نشتري مالي ناوشه في البودر اللي هو نفس لون الزعفران ده سعره قليل شوية هنجيبه بناخد منه يعني سنة بمعلقة الشاي وندوبها في شوية مية ونضيفها للمرأة بتاعة الكسكوسة اللي انا ضيفها من قبل للشربة بتاعة العلوش اللي هو الخروف يبقى انا كده خليت لون المرأة بتاع الكسكوسة لون الزعفران في البعض بيخليها لون الزعفران والبعض بيخليها بنفس اللون بتاع اللحم والخضار مع الطاشة اللي انا عملتها حسب ما بيتراها لكم وحسب ما بتحبه فده قصة الزعفران مع الكسكوسة نخليها على جنب الله ونخلونا حرسين جدا دي معلومة للسادة المشاهدين ده نبعد عن متناول يد الاطفال وعن في المطبخ لانه لو في مشكلة لو بس منه شوية سغيرين نزلوا في المطبخ وهيخلوا كل حتة فيها لون اصفر وهيسبب لنا ازعاد في المطبخ فده مهم جدا ان احنا نبعده عن متناول يد الاطفال طيب كويس التواب اللي انا اضفتها هنا للكسكوسة قرفة خشب وورق لورو والحبهال خلاص انا خلصت منها طبعا اول باول كده بروع مطبخي علشان الزحمة الخضرة اللي انا استخدمتها للكسكوسة جنزبيل وبطاطس وبتنجان مع جزر وفلفل وطماطم طبعا ده مهمة جدا مع الكرافس انا خلصت منها كمان بركينها على جنب ده اعجي بقى اشتغل في طبق الصلطة بمزاج ورواءان لان طبق الصلطة الخضرة بالزاد ده انا بعشها ملك السفرة طبق الصلطة الخضرة ده لازم اعتني به واقطع الخضروات بشكل جميل وفيه تنصيق في تعطيها الخضرة لان طبعا مهم جدا ان احنا نقدم طبق الصلطة الخضرة بشكل مناصي مهم جدا لما بتعزم عند حد من حبيبي وقريبي وبشوفها على الصفرة بشوف الديك الرومي بشوف الكتف الضاني بشوف فغدة الغنم بشوف ما لزة وطاب شيخ المحشي والمحاشي والظلمة ولكن حاجة واحدة بتلفت نظري على الصفرة طبق الصلطة اقل حاجة في التكلفة ولكن هي اغلى حاجة في القيمة الغذائية خطب لكم من المنظومة اللي انا بقولها طبق الصلطة على الصفرة هي اقل حاجة في التكلفة ولكن هي اغلى حاجة في القيمة الغذائية مهمة جدا الجزئية دي نفهمها طبق الصلطة على الصفرة وخاصة لو عندي طبق كسكسي نشويات طبق مكرونة بالبشاميل طبع رز بالدجاج يعني في نشوات لازم الصفرة ما تخلاش من طبع الصلاة أخذها أنا بسميه مالك الصفرة طبع الصلاة مش يدك الرومي علشان هو غالي وضيعنا مصروف الشهر في شراه وجبناء والحج أبو أيمن ضيع الفلوس لا لازم نجيب الخضرة الخاص والجرجير والخيار والطماطم الخضرة الجميلة ديت بنقطعها بطريقة كويسة أنا قلت لحضراتكم إيه اللي بشدينها على الصفرة شكل وتنسيق طبع الصلاة الخضرة أنا طبعا علشان نقطع طبع الصلاة الخضرة قدام حضراتكم تعالوا نقطعه بشكل جميل كده حاجة صغيرة الخيار أهود فينا كلنا بنقطع الخيار بس أنا أقطعه هنا بشكل منصك شوية ويش مزعج ولا حاجة ديجيب الخيار أهود الشكل الجميل ده كده طبعا الشيء بيعمل بإيه إحنا لو رحنا على أي حد بيبيع أدوات منزلية ديت نقدر نقول عليها المعشرة بس المعشرة بسن واحد بنجيبها ونمسك الخيار كده نقلمه زي ما بنقلم الكوسة وإحنا عنحشيها حلوه يبقى أنا كده أقطعت الخضرة الشكل الجميل ده أهود كده طرنشاط هل أنا لو أقطعت الخيار الأول ما هو الخيار ما تغيرش ولكن هل كده أول الأول طبعا كده طبعا الشكل جميل حتى يعجب أطفالنا هم على الصفرة يبقى إحنا عودناهم من صغرهم على أن هم يبصوا لطبق الصلطة الخضرة أو أي نوع طبق الصلطة باهتمام في الشكل وفي القيمة الغزائية عند الجرجير كل حاجة أنا أتكلم عليه لأن ده مهم جدا بالنسبة لي إذا أنا هضيف لطبق الصلطة لازم أشتري الجرجير يكون أخضر وأخسله قبل التاطعة لازم أخسل الجرجير قبل التاطعة وإذا روحت عند الراجل بتاع الخضار اللي أنا بشتري من عنده الخضرة ما جيبش الجرجير اللي فيه ورق مخرم لقيته مخرم بنقص الجرجير النهاردة مش هناكل الجرجير نزرعه تحت السرير بنقص الجرجير نجيب الجرجير زي ما احنا شايفينه مع بعض ونجيبه أخضر نورور ونيجي على الجزئية الأولانية دي كده ونشيله ونفرمه كده برضو قطعة كبيرة بالشكل ده التاجين اللي هو الفخار وعليه طبعا التربوش بتاعه والغطى بتاعه لشكل هرموي ده جميل بشكل حلو قوي بشكل هرم يعني فبيعجبني يعني أنا موسع عليه طبعا يجيلي من المغرب من هناك لأنه مش موجود هنا فاحنا هنعمل حاجة جميلة هنا عايز أغرف الكسكوسي بشكل حلو لما حط فيه السوس بتاعه اللحمة أو مرأة اللحمة مع الخروف والخضار طبعا الكسكوسي ميتبسس بالشربة أو المرأة وميقعد شوية كتير وبعد فترة يلاقي الكسكوسي بقى زي العجينة عندي فعملتي جبتي بولة زي ما شفنا مع حضراتكم أية وبجيب بولة زي الصغيرة أصغر بكتير وبقالفها هنا العكس هنا الشكل ده كده وبجيب الكسكوسي بطلعه خلاص كده جايز عندي باخد من هنا الكسكوسي أهوت الله شامل ريحة جميلة جدا ريحة الكرفس مع الجنزبيل مع مرأة العلوش مع القرفة النعمة اللي حضراتكم أنا ضفتها وبعمل حاجة جميلة باجي هنا كده بحط الكسكوسي بالشكل ده كده أهوت زي ما شايفين مع حضراتكم بنجي طبعا الكسكوسي كده بنجبس بالخشبة اللي معانا أو بالمعلاء أو بالطبع صغير زي ما بتحبه طبعا طبعا نخلي بالنا الكسكوسي سخنة هنا فطبعا نخلي بالنا نجيب حاجة ونضغط على الكسكوسي كده عشان ينزل معي قالب أنا طبعا هدفي هنا ان انا اعمله قالب كويس كده ونجيب طبعا طبق مدور علشان نشوف مع بعض ازاي هنغرف الكسكوسي بجيب الطبع الجميل ده حلوة اوي باجي هنا كده حلوة بس سيبه كده يريح شوية على ما نشوف هنعمل ايه في الخضرة اللي موجودة عندي هنا فبص على الخضرة طبعا بتاعة الكسكوسي فبص طبعا على الخضرة بتاعة الكسكوسي عليها هنا شايف انا المرأ طبعا هنا هوت الله مع البطاطس مع لحم العلوش حلوة اوي الخضار الجميل ده اللي احنا شايفينه مع بعض الله هنا خلاص انا مش محتاج النار في حاجة وازبط التست بتاع الملح طبعا نخلي بالنا لو انا ضفت مية هنا مع المرأ وانا بطبخ اللحم عن النار نخلي بالنا نزبط الملح شايفين الخضار الجميل ده كده مع المرأ تعالوا نشوف طبعا هنا كده هي نزلت براحتها الله شايفين الشكل الجميل ده كده بنعمل ايه بعد كده بناخد الخضرة الحلوة دية وفي البولة اللي انا ما شيفش البولة احطها زي ما هي بحط فيها الخضار الجميل كده براحتها علشان طبعا الله شايفين الالوان الجميلة مع اللح مع الجزر الله كده الله حلوة حلوة واجبتنا النهاردة واجبة سهلة عملناها لحضراتكم بكل سهولة عملنا الكسكوسي بلاحم العلوش وغرفناها بطريقة شيك حلو باديل للطاجيني المغربي وعملنا السلطة الخضرة ملكة الصفرة اللي هو طبق مهم جدا زي شخصية مهمة جدا على صفرتنا ما نستغناش عنها ابدا السلطة الخضرة مع الطبق الكسكوسي بلاحم العلوش من المطبخ التونسي وطبق السلطة الخضرة المهم جدا على صفرتنا ومع طعم تاني والشيف احمد المغازي تابعوني يوميا موسيقى موسيقى